لدينا القدرة على الاختيار إما أن نحرم الأسلحة الذرية أو نواجه الإبادة الشاملة والقومية هي من أمراض الطفولة وهي حصبة الجنس البشري وكتبنا المدرسية تمجد الحروب وتخفي فضائعها وتغرس الكراهية في شرايين الأطفال وأنا أفضل تدريس السلام على تدريس الحرب وتدريس الحب على تدريس الكراهية كون رأيا يخصك شارك برأيك الخاص كل يوم لا تتبنى فكرة معينة فقط لأنها أتتك عن طريق الأسلاف أحكم بنفسك وطبق ضميرك الخالص فإذا كانت نوعية التفكير التي تقتنع بها والقرارات التي تتخذها تخدم مصلحتك ولا تضر بإنسان فأقبل عليها وشارك بها ولكن لا تتوقف أبدا عن مساءلة نفسك في هذه الحياة إن الأرواح العظيمة كانت تلقى مقاومة عنيفة على الدوام من ذوي العقول القاصرة فمثل هذه العقول تبقى عاجزة عن فهم الرجل الذي يرفض أن ينحني دون مساءلة للإنحيازات الشائعة ويختار بدلا عن ذلك التعبير عن آرائه بشجاعة وشرف إن سلوك الإنسان الأخلاقي يجب أن يكون مبنيا على العطف التعليم الروابط الاجتماعية والحاجات لا حاجة لمرجع ديني إنه إنسان سيء ذلك الذي يردعه الخوف من العقاب ويأمل في المكافأة بعد الموت غالبية البشر تتمسك بأهداف سخيفة الثروة السلطة العظمة الراحة الشهرة أنا أحتقر هذه الأشياء وأحترم الإنسان فقط لمعرفته وأعماله الإيجابية أجمل شيء يمكن أن نختبره هو الغامض إنه مصدر كل فن حقيقي وكل علم الذي يشكل له هذا إحساسا غريبا والذي لم يعد قادرا على التوقف ليهيم ويستغرق في رهبات هو مثل ميت عيناه مقفلتان توجد طريقتان للعيش إما أن تعيش وترى كل شيء معجزة أو تعيش ولا ترى أي شيء معجزة كثيرون ينجحون حين لا يثق بهم الآخرون لكن نادرا ما ينجح الإنسان حين لا يثق بنفسه من يسير مع الجموع لن يذهب لأبعد مما تذهب إليه هذه الجموع أما من يسير وحده فسيجد نفسه غالبا في أماكن لم يذهب لها أحد من قبل كلما اقتربت القوانين من الواقع أصبحت غير ثابتة وكلما اقتربت من الثبات أصبحت غير واقعية أنا لا أعرف السلاح الذي سيستخدمه الإنسان في الحرب العالمية الثالثة لكني أعرف أنه سيستخدم العصى والحجر في الحرب العالمية الرابعة ضع يدك على صفيح ساخن لمدة دقيقة وستشعر أنها ساعة اجلس مع حبيبتك لمدة ساعة وستشعر أنها دقيقة وهذه هي النسبية يستطيع أي أحمق جعل الأشياء تبدو أكبر وأعقد لكنك تحتاج إلى عبقري شجاع لجعلها تبدو عكس ذلك العلم دون دين أعرج والدين دون علم أعمى كل ما هو عظيم وملهم صنعه إنسان عمل بحرية ما يهمني أكثر من الماضي هو المستقبل حيث أني أنوي العيش فيه ترجمة نانسي قنقر